السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي ومشاهدين الأعزاء معكم أحمد عاطف في قناة القموس الإنجليزي تعليم اللون الإنجليزية إن شاء الله النهاردة معدنا مع فيديو جديد ومختلف ومميز عن الفيديوهات اللي فاتت الفيديو ده بمناسبة إن احنا الحمد لله تقطينا عشر سلاح مشترك الحمد لله طبعا فنعمل الفيديو ده مخصوص عشان أشارك مع حضراتكو إزاي أقدر أنا كشخص مبتدئ أنت كشخص مبتدئ عايز تفتح قناة ومتردد إزاي أقدر أساعدك طبعا حاولت أجمع بقدر الإمكان أهم النصاح اللي المفترض أي شخص عايز يفتح قناة على يتيوب إن هو يتباحها وإن شاء الله هيقدر من خلال النصاح ديت إن هو يفتح قناة ويقدر يجيب مشتركين ويبقى لي متابعين بس يريد نركز في محتوى الفيديو ده أتمنى طبعا الناس تكمل فيديو لآخر إن لا شك تستفاد منه بشكل كبير وطبعا ما تبخلش على أي حد عايز يستفاد ويفتح قناة جديدة نشارك معاه الفيديو ده طبعا إحنا في زمن شخص بيسيب التلفزيون وبيتجه لليوتيوب والسوشال ميديا عشان يقدر يشبع رهباته فبنحاول نستغل النقطة ديت وبإن معظم متابعين تركوا التلفزيون وبيتجهوا لليوتيوب والسوشال ميديا فعايزين بقى نفتح قناة فأنت كشخص مبتدئ عايز تفتح قناة على اليوتيوب ومحتور يا ترى أبدأ منين وأبدأ إزاي وإيه المفترض الخطوات اللي لمشي عليها عشان أقدر أفتح قناة تعالوا كده مع بعض ودردش معاكو شوية نرجع بالزمن لورا شوية لما كنت بنزل فيديوهات في البداية وكان عندي اعتقاد أنه صعب جداً أقدر أحقق ميت مشترك مش ألف ومشترك ميت مشترك وأقدر أحقق الساعات المفترض اليوتيوب بمحددها عشان تقدر تفعل الربح اللي هي 4000 ساعة فالأمر كان مستحيل في البداية خالص ولكن بدأت بقى أخذ بالخطوات والنصائح اللي أقولها لحضراتكم في الفيديو ده وبدأ الموضوع الحمد لله يعني يجني سيمارو وأفتكر أو من التعليقات اللي كانت موجودة على الفيديوهات الأولانية تعليق أحد الأشخاص المتابعين لهم كل احترام كان داخل طبعا القناة وكتب تعليق طبعا القناة في البداية كان العدد المشتركين أوليل جداً جداً ما تعداش يعني علمية فكتب التعليق أنا كنت متوقعة خش على القناة بتاعتك ولقي 8000 بدل ما لقيهم حاجة أوليه لك فطبعا التعليق ده سبت في ذهني وزا ما هو تشايفينه وبدأت أحط عندي رغبة شديدة جداً إن أنا أحاول أجيب بس إيه ألف مشترك ومع خطوة خطوة أبدأ أوصل للهدف بتاعي والحمد لله زي ما احنا شايفين نهاردة القناة بتاعتكم وصلت عشر تلاف مشترك بفضل طبعا الله أولاً ثم بفضل المجهود اللي احنا بدي بزيله فطبعا أنا حابب طبعا أشكر المتابع اللي علقت عليه ده كان يعني زي دافع كده دفعني إنني أشتغل وطور من نفسي وأحاول أطور في القناة بتاعتي بقدر الإمكان تاني حاجة عندي ده يدعو إن كل شخص لازم نصبر ولازم نشتهد ونشوف أسباب النجاح إيه ونبدأ نيه نوصل لنا فتعالوا عشان مش أطول مع حضراتكم تعالوا نبدأ مع أول نصيحة مع بعض أول نصيحة حابب أقدمها لكم هي المحتوى المحتوى هو أساس تقدم وتطور أي قناة وشهرة أي قناة فما ينفعش مثلا أنا كمبتدئ مثلا فاتح قناة ومش عارف أقدميه على القناة مش عارف المحتوى الهديم على القناة فما ينفعش مثلا أنا شخص باحترم عقلية من المشاهد أقدم حاجة أنا مش فاهم فيها فده طبعا تضليل وده طبعا جهل فأنا لازم أكون عارف أن هقدميه على القناة بتاعتي باب أول شيء مهم جدا المحتوى أنا حددت المحتوى بتاعي أنا انجلسي باب انجلسي حقا فإن أحده شverse بالتكنولوجيا فيا أصلك بتخصص شيء بمجالات الحاجة بالاقتصاد فأقدما في الاقتصاد في السياسة بمرض برامج الفان والكلفات أقدم فيها يبب أي وكipl하세요 المجال التخصص فيه أقدم فيه ولا أحده حقا ولكن حددت المحتوى بتاعي فلازم أمة أحضرت واتعب في البداية وتوقع دايما طبعا ان انت لازم تتعب والتحضر سكريبت كويس جدا في تقديم الفيديو يبا لازم السكريبت بتاع المحتوى اللي انت متخصص فيه يكون متميز ويحترم عقلية المشاهد مش تقدم اي حاجة والتعضرات بتاعتك تكون اي كلام فلازم اول حاجة شباب لازم المحتوى بتاعي يكون محتوى لائق ويستاهل طبعا ان انا قدمه على قناة بتاعتي على اليوتيوب بحيث انتظر فيه المشاهد اللي هتابعني وده طبعا هيجيب ناس تانية مشاهدين تانية فاول حاجة المحتوى تاني نصيحة معانا هي الكاميرا يبا خلاص اغل حاجة المحتوى تاني حاجة الكاميرا طيب تبدأ تفكر ترى انا هصور الفيديوهات ديات ازاي طبعا بلا شك انا حاليا بصور الفيديو بتاعي بالتليفون فطبعا اي قناة على اليوتيوب بدأت بالشهرة كانت بدايتها طبعا التصوير بالكاميرا فما تخجاج وتقول لا ادني لما اشتري كاميرا ده كله تسويف ومش شطان وانت مش هتعمل اي حاجة ولا تقدم اي حاجة ابدأ باللي معاك ابدأ بالتليفون ابدأ بالتليفون اقولك تبدأ ازاي بالتليفون في النصاحة الجاية في الفيديو ده فاول حاجة ما في تليفون عندي ابدأ بي واصور الفيديوهات بتاعتي وما تكسلش ابدأ باللي معاك ابدأ بالتليفون كاميروته كويسة تبدأ تطبق كده طبعا المحتوى بتاعك وتبدأ تعرضه على كاميرا التليفون وتبدأ طبعا باستخدام برون المنتاج وتطلع طبعا الفيديو بشكل ايه لا يب اول حاجة المحتوى تاني حاجة الكاميرا مش لازم اجيب كاميرا احترافية في البداية انا كمبتدل لا في ناس ان شهرت على يوتيوب مش بتصور التليفون والى الان مش هالله عندها ملايين ومش بتصور برضو الا بالتليفون فانا ابدأ عادي بالتليفون وبعد كده ان شاء الله اما القناة بتاعتي تتطور ابدأ اشتري كاميرا احترافية وابدأ اصور بشكل احترافي تمام ثلت حاجة يا شباب نركز على الاضاءة خلاص انا دلوقتي مثلا بصور في فترة النهار يعني انا حطت الكاميرا وحطت الاضاءة اللي اللي انتو شايفينها طبعا انا طبعا شايفين الصورة واضحة بالشكل ده بسبب اضاءة النهار يعني انا بصور في النهار تمام كده تاريب فرضا انا عايز اصور بالليل لازم يكون بقى عندي مثلا اضاءات مساعدة عند الاوضة بتاعتي مجهزة باضاءة مباشرة هحاول اركزها على وشي طبعا بحيث يكون الوش واضح والمحتوى بتاعي واضح والجاوة ده بتاعت الفيديو اقدر ارفعها بشكل واضح يعني تقدر تريح المتفرج او المشاهد على الفيديو بتاعي يبا تالت حاجة قلنا الاضاءة يبا قلنا كده المحتوى تاني حاجة الكاميرا بتاعت التليفون ابدأ بها عادي تالت حاجة ايه الاضاءة طبعا رابع نصيحة معانا نهاردة هي السقة امام الكاميرا طبعا لازم اتكلم بكل سقة امام الكاميرا تقولي انا مبتدي ولسه في البداية فاقول طبعا الكاميرا مباليها رهبة بس انا عايزك تحط في اعتقادك اني طبعا اللي انت بتصور فيدي اعتبر حتة حديدة مش مستهلة انت اعتبر قاعد مع نفسك فاذا ما فيش داع للرهبة ولازم يكون عندك ثقة في نفسك وتتكلم بكل اريحية وبشكل طبيعي تمام مش حدها موتك يعني يعني الامور يعني بسيطة جد طيب فرضا انا بصور برضو لقيت فيه شوية قلق كده وتردد و ما تقلقش طبعا فيه برنامج المنتاج اللي انت طبعا هتوضل فيديو فيه اي حتة غلطة فيها هتقدر تحزفها فدي داعي ان انت تتطمن ومش تقلق تمام كده بحيث ان انت في كل فيديو اتكلم فيه بريحية او بطبيعية ده شوية هيجزب المشاهد وهيتقدر طبعا بشكل او باخر مع فيديو والتاني والتالت هتبدأ طبعا الرهبة داتة تخاف خالص امام الكاميرا فانا اعايزى أن النقطة دا ان احنا ما نخافش من الكاميرا وما نبقاش عندنا رهبة نتكلم بثقة وبشكل طبي 보여و خالص تعالوا بقى نتخش على النقطة الخامسة النقطة الخامسة هي الصورة المصغرة والعنوان انا خلاص صورت الفيديو منتجته زبطته تمام تمام هرفعه على الييو تيوبي الصورة المصغرة ايه اولا الصورة المصغرة دية الصورة المصغرة هي الصورة اللي بتظهر المشاهد وهو بيعمل براوزنج على الانرونات اللي هو بيعمل طبعا هو بنزل فيديوهات وبذور على فيديو عادة تفرج عليه هي الصورة اللي بتوبها في وجهة الفيديو اللي هي بيشوفها الصورة المصغرة ديت لازم تكون جاذبة وتكون بألوان أنا بفضل مثلا الأصفر مع الأحمر أو الناس بتفضل مثلا الأصفر مع الأسود بحيث تقدر تجذب طبعا ناظر المشاهد أو المتابع بحيس يقدر يعمل كليك على الفيديو ويبدأ يتفرج عليه. طيب الصور المصغرة ديت بس كده الوان لأ ده انت بتكتب بها فيها عنوان جاذب للفيديو اللي انت احطه او للمحتوى اللي انت بتعرضه على اليوتيوب. لازم اولا صورة مصغرة جزابة بالوان كويسة. وآآ تاني حقيقة طبعا بتكتب عنوان آآ كويس. الله في الفيديوهات الجاية ان شاء الله هبدأ ان ازلكوا بعض الموقع اللي هي بتبدأ تعمل من خلالها صور مصغرة وبشكل ايه احترافي ان شاء الله. وبايزن الخطوة ديت ايه صورة مصغرة اللي اعطها على وجهة الفيديو ويعنوان جزابة يقدر يشد الايه المشاهد. لما ننتقل بقى للنوطة الستة الاوائية الاستمرارية في رفع الفيديوهات. انا رفعت الفيديو الاولاني مش اوقف كده وقعت شهرة بعد كده برفع الفيديو التاني كده مش هتقدم وانت تعمل اي حاجة. لابا لازم استمراريه في رفع الفيديوهات. خلاص اي رفعت الفيديو وانتظرت باني الناس تشوف الفيديو ومتوقع ان ملايين من الناس تشوف الفيديو طبعا انت بتضحك على نفسك. انت لسه راجل مبتدق وبترفع الفيديو. مش تتوقع مسلا خمسين واحد ميت واحد يشوف الفيديو ما تحبطش. ما تحبطش طبعا. وكمل وارفع فيديوهات مرة واتنون وثلاثة لقاتل المشاهدين ايه يعرفوه. انما منفعش مسلا ارفع فيديو واستنى بقى شهر وارفع الفيديو التاني. لا ترفع. تقدر ترفع بشكل يوم ماشي. مثلا كل يومين ماشي كل ثلاثة يوم كل اسبوع. المهم تكون منتظم في رفع الفيديوهات. تمام كده? يبقى ارفع الفيديوهات. وعشان عدد المشاهدين يزيدوا عدد المتابعين يزيدوا حتى المشتركين تبدأ يزيدوا في القناة بتاعتك. يبقى اذا النقطة دي مهمة جدا. استمرارية في رفع الفيديوهات. وهو اخبط لو عدد مشاهدات قليل. فده طبيعي اي يوتيوبر بدأ القناة بتاعته. كده هنا العدد مشاهدات بتاعته ايه? فده طبيعي عادي خالص مفيش اي مشكلة. النصيحة اللي جاي بقى هي نصيحة مهمة جدا. ولازم تكون في شخصية كل يوتيوبر اللي هي صبر. اكون صبور. عندي صبر وارادة. يعني ما انفعش مثلا. انا عدت مثلا شهر شهرين تلاتة. مفيش تقدم خالص. يعني فيه تفاعل من الناس. فخلاص ابطل وخلاص كده نقفل القناة وطنش لا. لو عملت كده خلاص كده كل مجهودك يروع الفاضي. والهدف اللي انت عايز توصله وتسعيله هي ضيع. يعني لازم اكون صبور. لان ما فيش حاجة بتيجي بالسهل. طبعا دي مهم جدا. ولو نبدأ تتصفحوا كده وتشوفوا القنوات اللي هي عندها عدد مشتركين كبير قوي. دعالوا كده شوفوا الفيديوهات الاولانية بتاعتها. شوفوا كان عدد المشتركين عندهم كام. طبعا اللي كان بيحتفل ان هو وصل الف مشترك. ودلوقتي ما شاء الله بقى ميت الف مشترك. وبقى مليون مشترك. وبقى اثنين مليون مشترك. فنرجع كده بالزمن اللي غراء تقول اه يا ريتني ويا ريتني. فاذا يكون عند صبر. في اشتزاب طبعا المشتركين والمعجبين بالقناة. مدام انا مطبق النصائح اللي انا قلتها ديت. بشكل كويس وبشكل الاحترافي. ان شاء الله اتطمن هيجي متابعين على الخناة بتاعتك. ومستعجلش. طبعا اه طبعا الفرحة طبعا في الاخر هي ان انا حق الهدف بتاعي. فاذا لما اصبر وبعندي كده اه يعني استمرارية في رفع الفيديوهات بشكل منتظم. واحاول اطبق النصاح اللي اخدناها. بحس الكاميرا. بحس المحتوى. من حس مسلا عدم الرهبة وانني مش هتصنع واتكلم بشكل طبيعي. ده كل مهم جدا. قالوا بقى نختم بحاجة مهمة جدا. انا دلوقتي عمل قناة على اليوتيوب وعايز مسلا اجيب فيديو لشخص اقدمه على القناة بتاعته. اولا لازم ما انفعش اجيب فيديو لشخص تاني او صورة اقدمها على القناة بتاعتي من غير مذكر المصدر بتاعي. يعني مثلا انا اجيب فيديو لشخص. لازم ما انفعش انسب الفيديو ده ليه. ولا انسب الصورة دي ليه. الفيديو ده بتاع الشخص ده ولازم اذكر على القناة بتاعتي عشان حقوق طبعا القوانين ليوتيوب مش تحزف الفيديو ده بتاعك وتوقف الحساب بتاعك فلازم انا دلوقتي هجيب حاجة خارجية ومصادر خارجية لازم اذكر المصدر الخارجي ده عشان يبقى في امانة اه في نقل المحتوى الى هنا اتمنى اكون في التوكو في النصائح اللي احنا قلناها مع بعض والفضفضة اللي احنا اتكلمناها مع بعض فطبعا اه اتمنى الشخص المتردد ان هو ويفتح قناة يبدأ يتشجع ويبدأ عنده الهدف كده ويبدأ يفتح القناة والطمع ان شاء الله هتوصل لهدفك بس اعايز شوية ايه اه يعني صبر ومصابرة شوية واحاول اركز على المهارة اللي عندي وابدأ اقدم محتوى بتاعي بشكل كويس وابدأ اعتمد على برنامج مثلا اه منتاج كويس وان شاء الله هنزلكو في يعني برامج المنتاج اللي ممكن تعتمد عليها انت كمبتدأ وتبدأ اتعلم من خلال الفيديوهات يوتيوب ازاي اشتغل البرنامج البرامج المنتاج الى هنا انتهى الفيديو بتاعنا اتمنى اه يكون افاتكم ما تنسوش طبعا تعملوا لايك وسبسكرايب القناة وتحاولوا تشاركوا الفيديو ده عشان تفيدوا اكبر قدر من الناس السلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة